هيا يمكن زي ما حدقت حدثت فعلا كان فيه يعني منشوف دلوقتي فيه ناس كتير جدا مصابة بنزلات البرد زادت قوي نسبة الإصابة بنزلات البرد بس كمان حتى حدة الإصابة بقت شوية قوية بقت شوية مرتفعة فيه كمان أعراض شبيهة شوية بنزلات المعوية فالناس مش عارفة هل ده كورونا هل ده انفلونزا ده ايه كلينيكيا الحقيقة من الصعب شوية تفريع بين المسببات وخاصة من الفيروسات لأنه زي ما قلت هي كلها بتشترك في أعراض تقريبا واحدة لكن احنا بنقول أنه إذا كان فيه اشتباه احنا بنعمل إجراءات تانية علشان نتأكد من التشخيص والإجراءات دي فيه يعني تهيالف جائحة كورونا الناس خلاص بقى اتحافظها فمثلا عندنا الأشعات اللي احنا بنعملها علشان نتأكد إذا كان فيه إصابة في الشعب الهوائية ولا هي إصابة رقوية لأنه الإصابات الرقوية بتكون أكثر حدة وأكثر في الأعراض بتاعتها بيبقى فيها ارتفاع جامد في درجة الحرارة ودي في التنفس وسرعة في النفس نفسه وممكن كمان يقل معها الأكسوجين ودي علامات بتخلينا فعلا نلجأ إلى بعض الفحوصات الأخرى كمان استخدام الPCR PCR ده نوع من التحليل بيقدر أنه هو يحدد نوع الفيروس المصيب للأعراض وبالتالي التحليل ده بنقدر برضو أن احنا نطلوبه في حالة الشك إذا كان ده بيعاني من مشكلة أو لا بنقدر كمان أن احنا نقيم كلينيكيا بها شدة الإصابة وحدتها عند الشخص يمكن طبعا إحنا كلنا بقى عارفين دلوقتي أنه فيه ناس هما أكثر تضررا عند التعرض للأعراض دي وبالتالي علينا دايما الحفاظ عليهم زي ما قلنا أنه الأطفال وكبار السن اللي هما extremes of ages يعني دول بيبقوا عرضة للأعراض الشديدة وبالتالي علينا أن احنا نتخلى بقى عن عادات أصبحت دلوقتي بتسبب مشاكل زي مثلا تقبيل الأطفال وده ممكن أنه ينقل لهم العدوى بسهولة وخاصة أنه جهاز المناعي بتاعهم مش بيبقى مكتمل بأنه هو يقدر يقاهم الإصابات طيب دكتور أشرف إيه قصة الفيروس المخلاوي لأنه المصطلح ده بدأنا نسمعه كتير اليومين اللي فاته هو الفيروس التنفسي المخلاوي هو فيروس موجود من بدري يعني عارفينه علميا من زمان وهو طبعا شائع وبيحصل إصابات منه في فصل الشتاء في جميع أنحاء العالم يعني ما هواش مختص بمنطقة معينة لكن مشكلة الفيروس التنفسي المخلاوي هو عند إصابته للأطفال الرضع وصغار السن لأنه للأسف أنه الإصابات فيهم ممكن تطول شوي تقعد مدة أطول يعني بدل ما مثلا إحنا عارفين أنه أعراض البرد والإنفلوانزا بتخف تقريبا بعد أسبوع سواء بالعلاج أو بدون علاج لكن في الفيروس المخلاوي في الرضع ممكن الأعراض تستمر شوي والمشكلة الحقيقة شوية دي يا فنديم مثلا ممكن تستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة لكن كمان في حذر من الإصابة به وخاصة في الرضع لأنه هو بيصيب الشعب الهوائية الدقيقة الصغيرة إصابته للشعب الهوائية الدقيقة دي ممكن أنه يترك أثر على المدى الطويل فيعمل زي نوبات من الحساسية عند الأطفال دون هنا الموضوع مش بيبقى التهف الشعب الكبيرة لكن بيبقى التهف الشعب الرفياء قوي اللي ممكن أنها تعمل نوع من الاختناء والديء للتنفس وعلشان كده بعض الأطفال الرضع اللي بيصابوا بالفيروس التنفسي المخلاوي بيحتاجوا لدخول المستشفى علشان ياخدوا علاجات دعامة وكمان ياخدوا أكسوجين إذا حصل أنه في ديء في التنفس شديد اشتركوا في القناة